أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي أحمد الميسر يقوفه إلى جانب السلطة المحلية بشبوة في معركتها ضد مؤامرات الإمارات وفي بيان اللهونة فالميسر إصدار أي بيان يستهدف السلطة المحلية بمحافظة شبوة مؤكداً موقفه الداعم لمؤسسات الدولة وقيادة السلطة المحلية بشبوة في مواجهة ما تتعرض له من تآمر مستمر ومؤسف من قبل دولة الإمارات التي لن تدخر جهداً في استهداف المحافظة وزرع الفتن بين أبنائها ومحاربة وجود الدولة فيها وأشار الميسر إلى أن تدخلات الإماراتية السافرة في شبوة وما تدبره هناك من دسائس وألعاب لن يكتب لها النجاح وستفشل كغيرها ما مع زيمة وإخلاص القيادة الوطنية وأبطال القوات المسلحة والأمن والقيادات المجتمعية والنخب ومن خلفهم وعي وتماسك أبناء شبوة عامة